نعم حازم إضافة لما جاء في التقرير من وجهة نظر تركيا هذه الملفات كلها ستناقش بالإطار العام سيتم التركيز على ملفين اثنين أولاً أولها ما يتعلق بالملف الأوكراني والدور التركي في هذا الملف وثانياً ما يتعلق بالملف السوري تطورات الملف السوري والرغبة التركية في عملية عسكرية هناك وهي مرفوضة على عملية مرفوضة من قبل موسكو بالإضافة إلى ملفات أخرى منها ما يتعلق بالملف الليبي وملف شرق المتوسط وصولاً لملفات التعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة نحن نعلم أن الجانبين الرغبان بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 40 مليار دولار في الفترة القادمة وهناك تعاون أيضاً في مجال إنشاء محطات طاقة نووية في جنوب تركيا محطة أكويو على وجه التحديد وفي الأيام الماضية كان هناك حديث في تركيا عن أنه تم تحويل 15 مليار دولار من قبل روسيا إلى تركيا من أجل تطوير هذه المحطة هذا الملف أيضاً سيناقش في محادثات إردوان الذي سيصل يوم غد إلى سوتي لمناقشة هذه الملفات كلها مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين نعم علام إذن هي ملفات كثيرة على الطاولة ملفات خلافية وتوافقية في بعضها المراقبون ماذا يقولون عن هذه القمة وخصوصاً أن الرئيس أردوغان التقى الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في قمة طهران ولم يفصل بين القمتين ربما فارق زمني كبير بالفعل نعم حازم 17 يوماً تماماً بين القمتين في التاسع عشر من الشهر الماضي يوليو كان اللقاء في سوتي عفواً في طهران في إيران ويوم غد الخامس من أغسطس سيكون اللقاء في سوتي ومن الملفت أنه كان من المنتظر أن يصل بوتين إلى تركيا وليس العكس في الأسابيع والأشهر الماضية كان الحديث الرسمي التركي وتحديداً من كبار المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لمناقشة عدة ملفات وللمشاركة في الاجتماع الدوري للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين المراقبون يرون بأن هناك ملفات توافقية نعم ولكن أيضاً هناك ملفات خلافية إذا ما تحدثنا عن الملف السوري على وجه التحديد الخلاف واضح بين الجانبين بين موسكو وأنقرة في هذا الملف تحديداً ما يتعلق بتنفيذ عملية عسكرية تركية جديدة في الشمال السوري موسكو ترفض هذه العملية جملة متفصيلة بينما ترى أنقرة بأن موسكو لم تفي بالتزاماتها المتعلقة بإبعاد المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم كمنظمات إرهابية عن حدودها لمسافة 30 كم جنوبي الحدود في ملفات أخرى مثلاً هناك ملف الليبي هو أيضاً من الملفات التي للبلدين مصالح فيها يعني كبلد كدولة للبلدين مصالح فيها بينما على مستوى الملف الأكراني على سبيل المثال هناك رغبة تركية في تعزيز الدور التركي في الوساطة هناك رغبة تركية في ضم الرئيسين في جمع الرئيسين الروسي والأكراني على طاولة محادثات في تركيا هذه الرغبة كانت موجودة والأتزال قائمة وهناك رغبة تركية أيضاً في تكريس أو يعني استنساق إذا صح التعبير الاتفاق الذي تم بخصوص تصدير الحبوب من أوكرانيا في المجال السياسي وفي مجال الطاقة هناك رغبة بأن تجمع تركيا وفدي البلدين الروسي والأكراني على أراضيها بالإضافة إلى سعي أنقر الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الطاقة على غرار اتفاق الحبوب ترجمة نانسي قنقر